في هذا الفيديو سنتعرف على كيفية شراء استضافة ومشتركة من شركة دريم هوست الشهيرة وبشكل مختصر سنعرفكم على عرضنا الخاصة على شركة دريم هوست لكن في آخر الفيديو تابعونا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العمين والصلاة والتمنى على سيدنا محمد وعلى صحفي أجمعنا وبعد كيف حالكم إخواني اليوم راح نتعرف سواء كيفية شراء استضافة ومشتركة من شركة دريم هوست الشهيرة طبعا نحن أفردناه لمقالب بشكل مفصل بيمكنكم تطلعوا عليه وبالإضافة للعرض اللي راح نتكلم في آخر الفيديو وعشان الشراء بيمكنك تضغط على الرابط ده او الرابط اللي هو بالعرض فنحن إذا حبينا نتقاط على الرابط للعرض او الرابط راح نحطه بـ إذا كنتوا باليوتيوب بدون ما تدخلوا على المقالب يمكنكم تضغطوا عليه ده العرض اللي راح نتكلم عنه بآخر الفيديو إذا حبينا نمشي بخطوات الشراء فعنا أولا أريد حجز استضافة دريم هوست طبعا الخصم بجيل كوبون مدمج معه حسب وقت مشاهدة تخلى الفيديو حاليا عملينا خصم 67% أو حسب وقت المشاهدة بختلف فمنضغط عليه هنا عشان نمشي بخطوات شراء استضافة مشتركة الآن بدخلنا على شركة دريم هوست فنحن عشان نشتري زي ما انتم شايفين فمنضغط هوستينج وشارد ويبسايت هوستينج دي ليستضافة المشتركة نضغط الآن سي اول بلان أو منزلها تحت مش مشكل يعني دي بالشهر ده بالسنة والثلاث سنين طبعا نحن العرض اما على السنة او ثلاث سنين يعني الشهر اكيد ما بشمال العرض الآن ازا حبينا ننزل نشوف في خطتين عندهم في شارد وفي شارد ستارتر يعني مبتدة اه مشتركة وفي غير محدودة فهنا مثلا دولارين فاصلة تسعة وخمسين او حسب وقت مشاهدة الفيديو بختلف هنا ثلاثة دولار فاصلة خمسة وتسعين يعني عاملين الخصم على الخطة دي اكتر من دي وفرق بسيط الصراحة فاكيد ازا اشتركت بالخطة التانية بننصحك اكتر لاني دي موقع واحد بس بس محولك في يعني مثلا حضرتك هنا بيعطوك دومين بيعطوك دومين مجاني فاللي هو بترفع عليه ويب سايته هوستينج واحد وهي الخطة الاولى ما بتتحمل غير دومين ده اللي رأي عطوك مع الاستضافة بينما هنا بإمكانك راح يعطوك دومين مجاني لكن بإمكانك ترفع عليه عدة مواقع وتشتري دومينات من اي شركة استضافة تانية يعني او شركة دومينات زي او بتربطهم بالاستضافة يعني هنا بإمكانك ترفع عدد غير محدود من المواقع بإمكانك تعمل اكتر مدونة اكتر من متجر اكتر موقع متجر مدونة اي اللي انت عاوزه طبعا ضمن المساحة اللي راح نتكلم عن عنه فمننصحك اكيد بالخطة التانية لاني راح يكون دي الخصم اكبر ودائما التجديد راح يكون اضعاف في السعر فلذلك من البداي اشترك بالخطة الافضل وبعدها بتنتقل غير شركة استضافة قلمت الترافيق العدد غير محدود طبعا هم راح يشتغلوا اكتر شركات الاستضافة بيقولوا غير محدود لكن الصراحة راح يحطوك في سياسة لاستخدام العادل يعني فيه امكانيات لا يمكن واحد يتجاوزه مش انه الا مثل يفتح مية موقع او يكون ترافيق عالي وارد بريس اه بضغط الزر نستول اه وارد بريس اه ويبسايت بلدر يعني اداة منشئ مواقع تجي مدمجة اه فاست اس اس دي الهارد بيكون نوع اس اس دي فري اس اس اله بتاعة اه حماية اش دي تي بي اس فا بيعطوك يا مجانا اه اد ايميل اه از الو از يعني تقريب كل ايميل بزنس راح يوضو منك دولار فاصلة سبعة ستين بالشهر يعني لاحظ اه عزيزي يعني شايفين دولار فاصلة سبعة ستين بالشهر يعني بالسنة تقريبا حوالي خمسة عشر دولار او سبعة عشر فاكيد اه ازا كنت مهتم بالايميل بزنس بننصحك اه بتروع الخطة التانية اللي هي مجاني افلا على دومين موقع كده الايميل بزنس يعني مسلا نحن سري رابروفيو دوت كوم فالايميل بزنس بيكون مسلا باي ات سري رابروفيو دوت كوم انفو ات كزا او مسلا سابورت او سيلز او باي فده عدد غير محدود اما هنا كل ايميل اه لازم تدفع على المبلغ ده وهنا بيقولنا في خطة شهر وسنة وثلاث سنين نحن زي ما قلنا لازم يكون سنة او ثلاث سنين عشان يشمعك العرض فاه وفي هنا بامكانك تقارن اه كل الخطة بالتفصيل الممل نحن اتكلمنا عنهم اكتره يعني مسلا اه اه راح يعطوك يا مجانا اه هنا السايت اه زي ما قلنا خمسين جيجا اما هنا يعني مش صراحة بجوز يكون مية وخمسين او ميتين ساب دومين الدومين فرعي خمسة اه دي عشان تدخل فيها ستة قوعد بيانات والباقي كله بشماله زي ما قلنا الحماية يعني باكتوب فنحن مسلا زي ما قلنا انتو بتختاروا اللي انتو عاوزينه لكن نحن بننصحك بصراحة هنا بانه قريب بعضه بروع الخطة التانية وهنا بتختار سنة او تلاتة او شهر اللي انت عاوزه يعني راح تشوفه بيختلف يعني مسلا السنة عاملينه خصم اه زي ما انتو شايفينه صار نفس السار يعني هنا السنة فخلينا عا السنة والخطة التانية مسلا اللي انتو يعني على قد فلوسكن نضغط هنا الان بيقول لي يعني الان ما بدي ازا انت عاوز اه تسجل دومين في وقت اخر بيمكنها تضغط هنا ما بتختار الدومين وازا كانت عاوز تسجل دومين جديد هنا وازا عندك دومين عاوز تربطه بالاستضافة مسلا دومين على شركة نيمشب او على جودالي عاوز تربطه بالاستضافة بتضع بتحط ده وبتحط الدومين بتاعك عشان اضيفه بتحطه هنا او ازا كان اه لا انا مسلا عاوز اشتري الدومين لاني هو بيجي مجانا فمنجرب عب قول لي انه الدومين موجود اه اد فور يعني ما في فلوس شايفين انه مجانا بيجي بقول له اد فور الان ننتقل للمرحلة الثانية او الثالثة اه هنا طريقة الدفع ففي عنا كريدت كار وكارد وعنا باي بال ازا كان كريدت كارد من حط هنا نيم اسم صاحب الكارد وهنا الرقم الكارد اللي هو بست عشر رقم هنا تاريخ صلاحية بالشهر وهنا بالسنة المكتوب على الكارد وهنا الرقم السري اللي هو بجيه التلات ارقام اه هنا معلومات الدفع عنوان الشارع هنا البلد اللي حضرتك فيه ولازم تكون معلومات صحيحة هنا الولاية او المدينة ازا كان ما في من نخليها فارغ هنا السيتي المدينة هنا البوست الكود او زيب كود وزا ما عرفته بامكان اختره على جوجل وبتعطي كريد كارد الان هنا المرحلة التانية عشان تسجل الاكوانت الايميل اما بتربطه بجوجل من هنا او بتحط ايميل ادرس بتاع حضرتك وهنا دي كانت عشان بيطاء اما هنا عشان الاستضافة فبتحط اسم الاول والكنية والرقم الفون والسعين اوب اه زي ما انتم شايفين اه دريم ايميل عشان يسجل ويرسروا لك ايميلات الان دي الخدمات بري انستور يعني اذا عاوزي سابتو لك الورد بريس بشكل مجاني يعني مجرد ما تخلص تضغط لو بتشوف الويب سايت بتاعك جاء يعني بده طريبا اقل من 24 ساعة بشتغل فنحن منشيله دريم شلد بروتيكشن 3 دولار اه بالشهر دي حماية مش عاوزينا يعني دائما يفضل الخدمات اللي بتألف تقدمها الشركات لاستضافة المدفوعة مش عاوزين اي شيء منه بعد ما نخلص اه زي ما احنا شايفين نضغط اه اه اوردر ولازم ندفع اه حاليا 35 دولار المبلغ اللي علينا فبعد ما نضغط اه اوردر بيشتري بيحولنا على الشيراء الآن قبل ما نضغط على اه اه اوضاء زي ما احنا شايفين هنا مانس هنا ثلاث سنين بيمكنك تعدل هنا سنة اه الدومين فري الدومين برايفيسي ده بجي معها ودي حماية الدومين ممتازة بتجي 13 دولار وفروع علينا وهنا ازا حابين نعدل اي شيء نسبت اي شيء طبعا فيه مدفوع فيه مجانة دي مجانة مسلا دي مدفوع منشير منشوف المبلغ عبزيد ازا كان هاي دول يعني نحن نفضل انه ما تسبت شيء ازا حبيب الوردبرس مش مشكلة يعني لكن حاليا اه واحد تسعين دولار اه لازم مثلا وفرنا يعني لازم ندفع فقط خمسة وثلاثين وفر علينا واحد تسعين دولار سيفينك فبعد ما نضغط هنا بتكون تم عملية شراء مندخل بالايميل والباسورد مسجل دخول على موقع دريم هوست اه بعد ان شاء الله بنعود اه من سبت السيباني من سبت وردو بريس واذا كان عطينا دي يعني بكون سبت الوردو بريس بشكل مباشر بدي كم ساعة وقت يعني تمهلوه وكده بكون تم الشراء لان ننتقل عرضنا الخاص على شركة دريم هوست زي ما قلنا الرابط راح تشوفه او بنضغط بالمقالة هنا عشان ننزل بشكل مباشر نشوفه فاولا نتكلم بشكل مختصر اه اكيد انشاء موقع او انشاء متجر او انشاء مدونة امر مش صعب ابدا يعني سهل جدا الصراحة خاصة مع توفر اه شروحات كبيرة باليوتيوب لكن المشكلة اللي راح يعاني منه اللي عب انشاء المتجر او مدونة او الموقع اه خاصة المبتدئين انه مسلا كتب مقالات كتب اه نزل منتجات لكن ما في زور ما في نتائج ما في تصدر ما في بحث عن راح يصيبوا الاحباط فنحن اه عنا فريق ان شاء الله فريق اه متخصص بالسيو اه درسنا الامر يعني عنا بنقدم بونس اه عشان نساعد اه خاصة المبتدئين اللي عب انشاء موقع او متجر او مدونة كيفية تصدر في المقالات بالموقع يرتفع بتاعه فبإمكانكم تطلعوا عليها بشكل مفصل اه نحن راح نحكي يعني بشكل مجمل تقريبا خلينا تحليل موقعك او مدونتك او متجارك اذا كان حضرتك عندك يعني اليك سابق تجربة عندك اه ناقله على استضافة اه مسلا دريم هوست او غيره فا وحابب انه نعمل لك تحليل لموقعك تشوف مسلا ان الكلمات اللي عبت جيب لك المفتاح اللي عبت جيب لك او تعدل على المقالات او اللي عبت جيب لك اخترافك اكتر فبتحط لنا موقعك بالاضافة او اه لاثنين منافسين او اذا ما عندك موقع بمكاننا نحن لك اه اكبر ثلاث منافسين في مجال النتش بتاعك بنفس اللغة اللي عبتشتغل في حضرتك فمثلا بتبحث بجوجل الي بتشوفه متصدر طبعا ما يكون اعلان دي يكون موقع بتحط لنا الدومين الرئيسي بتحط لنا ثلاث منافسين او متجرك او منتجك او موقعك بالاضافة لاثنين منافسين ونحن راح نقوم التحليل ونعطيك البيانات ففي عنا راح نرسل لك مسلا من جملة كلمات المفتاحية المفتاحية وترتيب المنافسينك فيها على جوجل اللي وعد الزيارات المكتسبة منها اللي عبت جيب لك الزيارات من هالكلمات المفتاحية عشان تركز عليها وتكتب عنا مقالات اه خاصة فيها او افضل المقالات وبرضو كمان راح نعطيك افضل مقالات المنافسين والاكثر زيارات يعني دي الكلمات مفتاحية بشكل مفصل اما دي المقالات بشكل عام اللي عبت جيب الزيارات الاكتر ومصدر زيارات وعشان تركز عليهم وتركز على البلد تركز على الشيء اللي هم بجيب له زيارات واللي ما عبت جيب زيارات تبتعد عنه وفي عنا اقوى عشان منافسين عشان راح نرسل لك اقوى عشان منافسين عشان حضرتك تتابعون وتشوف هم بيشتغلوا ايه تشتغل زيهم نحن اما من ايد الناس اخلصة لكن بالبداية التقليد هو بداية الابداع يعني بالاول ده تقلد مش نفسه هو شو بكتب بكتب مثله لا انا لازم يكون الاستراتيجيتي الخاصة لكن بالبداية بقلد نوعا ما الاسلوب يكون قريب منه بعده بعد ان شاء الله بنته الى الابتكار اطور حالي في اخر رح نرسل لك احصائيات مع مصادر باكلينكس مع الدومين والاسبام طبعا جوجل من اكبر عوامل تصدر في محرك البحث جوجل او بين هو اللي هي الروابط الخلفية فاكيد المنافسين المتصادرين يعني في الغالب اغلب المنافسين رح يكون عامل باكلينكس لكن وين عامل باي مواقع شو هي الكلمات اللي عاملة درجة الدومين فاكيد كل ما كان اعلى بيكون افضل والاسبام درجة السبام كل ما كانت اقل بيكون افضل فنحن منطلع من نرتب حسب الدومين السوريتي الاعلى منروح منكتب زي ما كتبوا عشان نتصدر فيها الان اذا حبينا ننزل مثلا زي ما ان الشي رابط ده او اي رابط بالمقارة او رابط اللي حنحطه بالدسكريبشن وهنا رح نرسل لك يا مجلد مضغوط اه بامتداد سي اس في اما بتستعرضه ببرنامج اكسل اوفيس اللي هو طريقة مشروحة باليوتيوب كيفية استيراده او بتحمله اذا كنت على نظام ويندوز بضغط الزر اه بتحمله هنا وهو بتستعرض عن طريقه يعني بسهولة ان شاء الله اه الان لازم بعد ما نكون تم الشيراء نملأ الفورم بعد شيراء ليس اضافة من هنا عشان نملأ البيانات ترسلونا اياه عشان نرسلكم ملف التحليلي نضغط هنا هنا نملأ الفورم بشكل عادي جدا طبعا هنا عاملين نحن كاتبين شوهي الخدمات تحتنا هنا عنوان البريد اللي كترين بتاع حضرتك على اللي راح تراصلنا عليه اسم المشتري رقم الفاتورة شراء لاستضافة يعني طبعا الخدمة دي نحن عاملينها بشرط انك تشتري الاستضافة من رابط القاص بتاعنا ان كان باليوتيوب وان كان بالمقالة فلازم بعد ما تتم عملية شراء بشكل صحيح زي ما شرحنا بالفيديو السابقا بتحطنا رقم فاتورة الشراء لاستضافة هنا هنا الدومين بتاع حضرتك اللي اما الدومين الجديد او الدومين اللي حضرتك راح تربطه بالاستضافة اللي سجلته زي ما شرحنا بالفيديو وهنا راح نختار اي شركة استضافة حسب الشركات نحن بندعم دون لكن اقل خطة لازم يكون سنة او اكثر يعني ما تشترك شهر او ستة اشهر تقول لي مسلا عاوز الخدمة دي الخدمة السيو يعني دي مواده كلها بحصة السمن يعني نحن راح نعمل لك يا مجانة ان شاء الله فاي بتحددة هنا الروابط المنافسين اذا كان حضرتك عندك مدونة او موقع او متجر نحن راح نعمل لك تحليل اذا بتحطنا هنا الرابط كامل مع الدوت كوم هنا المنافس اذا كان ما عندك متجر وحضرتك مبتدى حطنا ثلاث منافسين الاول الثاني طبعا بالنيتش بتاع حضرتك بمجالك حضرتك بتختارهم بتشوف مين المتصدر في جوجل بتحطنا عشان نعمل لهم نبحث ونشوف نقاط الواء ونقاط الضعف وحضرتك راح تشتغل بعد يعني مش نحن نحن بنعطيك الملفات وبدأت تساوي عملية تحليل بتشتغل ان شاء الله متل ما عملو هنا اذا حبينا نشوف عروضنا لاخرى الموقعنا ده وهنا اذا حبينا زي مؤننا نحمل ملف مجلد عفوا برنامج بتاع ويندوز عشان يعرضناها او على الاكسل اذا حبينا نضغط هنا عشان نحمله الان بعد ما نخلص بنعطيه ارسال بكده بيعود بيجينا ايميل نحن بنعمل عملية تأكد وتحقق من المعلومات اللي حضرتكم حطيته ومن بتبهلونا تقريبا من ثلاثة ايام لا اسبوع بالكتير ان شاء الله من بنعطيه للمختصين بالسيو عندنا عشان يعملو لكم تحليل شامل بال المنافسين بتاعكم بنرسلكم يون على نفس الايميل وانتو بعد ان شاء الله التوفيق بيد الله وكده بكون ان شاء الله شرحنا كل شيء عن الاستضافة بتوفيق لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى